فقد 12 سوريا حياتهم عضشا في صحراء الجزائر خلال رحلة اللجوء إلى أوروبا وفق ما نشرت جمعية غوث للبحث والانقاذ الجزائرية ونشرت الجمعية في مدينة تامينغستا جزائرية قائمة بأسماء الضحايا المفصلة مع تواريخ الميلاد وأسماء أباء وأمهات المتوفين وقالت أن الضحايا من الأشقاء السوريين تم انتشالهم من منطقة بليفبور وعضافت أنه بإمكان ذوي الضحايا الاتصال بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر إدريس في ولاية إليزي لإستلام جثثهم وتبين من تفاصيل بيانات الضحايا أن جميعهم من الذكور ومن بينهم أطفال وأقارب